لقد اعتمرت ولله الحمد أنا وزوجتي سابقا ولكنه حصل عندما وصلنا إلى الحرم طلبت مني زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الوقت كان حارا والمسعى مضلل لكن لم نفعل ذلك بل قدمنا الطواف على السعي فما حكم تقديم السعي قبل الطواف ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولا ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم فتقديم السعي على الطواف لا يجوز ولو فعله إنسان لم يصح لأنه يشترط بصحة السعي أن يكون بعد طواف المشروع لو فعله إنسان ألا عليه أن يعيده نعم عيد أمرته كنا إنه لو فعله إنسان لم يصح لأنه يفترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف المشروع فلو أعكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف لم يصح له إلا الطواف فقط وعليه أن يعيد أمرة كاملة صحيحة أهو إذا كان فعل هذا وتحلل من عمرته معناه أنه ما عدى العمرة هو باق في إحرامه وباق في إحرامه لأنه بقي عليه ركم من أركان العمرة وهو السعي عليه أن يعيد ملابس الإحرام لأنه لا جال محيما يعيد ملابس الإحرام ويخلع الملابس بمخيطة ويتجنب محظورات الإحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي أحرم بها في الأول لأنها نزلت عليه لم ريس عليها ليذبح هذا راجع إلى المحظور إذا كان فعله الذي تتبه نعم فإن كان جامع في هذه الفترة يكون عليه فدية يكون عليه الشاك نعم فسد عمرته لأن حصل جماع قول سعي نعم فكون عمرته قد فسدت ينظي في فاسدها ويكملها كما ذكرنا ثم عليه أن يحرم بعمره قضاء يقضي مع ذبح شاك نعم أو ذبح بدنة على خلاف مناه العلم يمن يرى أن عليه بدنة من اسم العلماء نعم يذبح شاك فإنه جامع قبل الساعة هو بالتأكيد لأنه يرى في نفسه أنه أدى عمرته صحيحة لأنه رجع إلى حياته العادية أو الطبيعية نعم هذا كما ذكرنا عليه أن يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويمضي في بقية هذه العمرة يكملها ثم يحرم بعمرة قضائية جديدة ويذبح في دي نعم